نروح بقى للمحلي لاهيل النهاردة لاهيل النهاردة عمل مباراة حلوة قدام أسوان مباراة محترم تحديدا في الشوت الأول بتتكلم كان فيigi掛 السراط فالفترة الأخيرة سواء تعسرات كأس العامل عنددية أو مباراة الهلال الأموري النهاردة وكان الأهلي عيد ما قبل كأس العالم بقى دة رائع جدا في مباراة اليوم النهائي كان لازم يعني كان لازم مباراة دي كان لازم يكسب و أسوان انت عارف ناس طيبين ناس جمال فكانت احتفالية كبيرة وانتفاجئت بكمية الجمهور ودي كانت حاجة كويسة جدا وواحد مبسوط بيها لكن النهلالي النهاردة كان كله شغل الشاغل لازم يعدي مطشدة لازم يكسبه جاي من مبارات هلال وانت شفت المشاكل في مبارات هلال واخصارة في مبارات هلال وقبلها كاس عالم مرهقين لهم جايين من السودان على طول فالعملية كانت لازم تعرف اللي هو ايه لازم اكسب من مباراتي يعني المباراتي لازم اكسبها لاني اتعديني بقى في الفترة الجاية نبص المبارات الجاية لكن كانت مبارات مهمة ولازم اللي يكسبها رغم الاداية الجاية للنادي الالي يا كابتن احمد النهاردة بس دايما مارس الكولر عنده مشكلة في المهاجم يعني شوية تلاقي كهرباء شوية تلاقي بيرس التهيو تلاقي شوية محمد شريف شوية تلاقي شدي حسين فكرة انه المهاجم انا بكلم دلوقتي مهاجم يبقى انا بشي الاهلي بس لا لسه اجيلك على الباقي انا بكلمك بس عشان عشان برضو بتتلوش على الاهلي لا لسه اروح لك على الزمالك بس الزمالك ما عندوش كمان الوفرة اللي عند الاهلي يعني الاهلي فيه كذا واحد مهاجم بس ما فيه شوال واحد بياخد أساسي هل المهاجم محتاج ياخد أساسي كتير عشان يقدي ولا المهاجم الكويس بيبان من أول مطشن تراته لا برضو بيحتاج فترة شوية خاصة انت تخش الكابتل راما عارف ان لما بتخش في فرقة زي الاهل والزمالك الجماهرية والضغط واللعيبة بتحتاج فترة يعني ممكن تخش تلك 6-7 مطشاط على ما تخش الأجواء بتاعت الأندية الكبيرة بس برضو زي بقولك يا كريم عارف الانطباع الأول زي بقوله بيدوم برضو عند الجمهور حتى لو لو انت ما جدتش جوم بس أداء كويس والناس حاسة انك بتعمل أداء كويس في الملعب بتفرق معك بعد كده تلاقي الناس بتسندق وكده فالدنيا بتبدأ تمشي بس هي زي ما قلتلك ان برضو حيثة ان هو بيلعب النهاردة بشريف شوية بيلعب شدي شوية بيلعب بكهربا شوية هو مش مستقرة على حيثة لعيب قدام في حيثة التسعة دي وبأعتقد ان هم التلاتة يعني مش فرودة وبأعتقد التلاتة حتى شدي حسين انا كنت عارف ان هو حتى هو في سلاميكا تحت درجة التنية كان بيلعب جناح ولما صعد برضو فوق كان بيلعب جناح وكان بيلعب محاو ابراهيم وبس من مرسي وشريف في قصة وغنح وشريف أسلا حتى في قمبي كان جناح برضو فممكن الاهلي ما عندوش حد التسعة تسعة اللي كان تسعة تسعة حسين ومش اه 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 نفس الموضوع هتلاقي في الزمالك برضو خباك الجزيرة مش تسعة تسعة الجزيرة طول عمره كابتن كان عندو في مقاولين كان بيلعب بره اه كان في مقاولين بيلعب هاف وكان في طنطة كان بيلعب هاف ما كانش بيلعب تسعة تسعة يعني نادرا لما كان بيلعب تسعة فلما جزة مالك اه صنفه تسعة هو راجل اصلا مش اللي هو فروت صندوق جزر بحب يتحرك على الجناب اكتر يعني اه الدورة المصرية بقى بشكل عام في تسعة يعني بصراحة لا مفيش يعني باسم بس بعيد على مستوى جدا يعني باسم مرسي بس بعيد على مستوى جدا اه اه خالد امر برضو بعيد على مستوى جدا يعني الناس اللي هي الفراو دا اللي اللي لعبوا معي وانا عرفهم كويس كلهم بيدع مستوى جدا يعني دا كانتسعة تسعة ان لحد صغير لسه طالع وكده اه حتى مروان محسي لسه ها بدأ كان عنده اصابة وبدأ يرجع شوية مروان حمدي رايق فيه اه برضو مش هو مروان حمدي اللي الناس عرفت على المقصة وبتاع سموها مكسر الدرية ومنتخب مصره مش هو برضو مروان بتاع سموها يعني معظم اللعيمة بيدع مستوى جدا حتى مفيش فرود اكيمو طالع صغير طول عليه فرود بقى يقامل ومستقبله اللي هو جاي يعني يعني ناصر مهانس مش هيبقى مفيد للزمالك والله لسه بقدرش يحكم عليه برضو لأ انت على دوق رؤيتك قبل كده وات شايفه ده بقى مهاجم تاسعني ممكن يحل ازمات اللي هو جوم في نادي الزمالك ناصر كويس وخامة كويسة جدا بس برضو ما تقدرش تحكم عليه يا كابتن لما يخش نادي الزمالك اجوجه ايه يعني الله يرحمه اجوجه دي من منتخب غانا مكسر بطولة افريقية صح وما كملش في نادي الزمالك مفهوم فمش شرط ممكن يكسر الدنيا في حيطة تانية ويجي الزمالك ما مش ما يبقاش كويس زي زي لعبة كتير عادة على الهوة الزمالك لعبة كتير جدا يعني طيب